اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكلام ده مش حقيقي على فكرة حتى لو ضربناهم قبل الزواج على انهم يعرفوا في مسؤوليات بتتبني على الارض على ارض الزواج ولذلك هنا بقى بيبقى مهمة او تظهر بقى المهارة اللي احنا منتكلم عنها بقى اللي مهارة ايه بقى مهارة اسمها مهارة الاحتضان الزواجي ايوان اعسيبكم انت تتوقعوا ايه يعني ايه احتضان زواجي اه الحضن يعني لا اهدي بالك بس الاحتضان الزواجي جاي من فكرة المحضن ان يبقى فيه حضانة وانك تحتضن شريك حياتك وتقدم له الدعم والمسندة وتوفره البيئة الامنة عشان يقدر يندق زواجيا عارفين لما اندخل الولد الحضانة الجواز او الزوجين كمان محتاجين في بعض الاحيين في اول جواز يبقى عندهم حضانة الحضانة دي مين اللي هيعملها اللي اتنين مع بعض لان الاداء الزواجي بيكون لما نحس وانه عندنا المهارة دي بيكون افضل فتكون انت والشريك حياتك افضل وتساعدوا بعض على انه تخرجوا افضل ما فيكم واجمل ما فيكم الاحتضان بقى الزواجي ده عناجده تخيل عناجده عبر عنه القرآن الكريم احنا ما ننفعش الايات اللي بنتكلم فيها عن الزواج وكلام عن القرآن نبص نفهم منها معنا واحد بس ونمشي لا احنا لازم نركز شوية تأمل قوله تعالى والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق لكم هو الذي مثلا الله سبحانه وتعالى ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجه لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة يبقى ايه وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا اليها ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجه لتسكنوا اليها طيب ايه معنى كده والله سبحانه وتعالى يقول والذي خلقكم من ايه من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها يبقى في الايتين في فكرة الايه الخروج من نفس واحدة والسكينة فتأملوا كده ان ربنا سبحانه وتعالى بيقولنا انه وخلقنا من نفس واحدة والنفس الواحدة دي خلقنا من نفس واحدة ليه عشان كل واحد فينا ايه اللي حاصل يصل الى حد السكينة يبقى خلقنا من زوجها عشان تصل الى حد الاحتضان السكينة يعني ايه الكلام ده يعني فكرة اللي تسكنوا اليها يعني كل واحد فينا خلق من شيء شبيه لي عشان يوصل للسكين يبقى لازم من البداية نفهم ان الزواج مش بس كتابة العقد واشهاره والشروط والاركان بتاعت الجواز كل ده صح انا محتاجينه بس ده بيأكد ان الجواز توفرت فيه الاركان والشروط عشان نبتدي الجواز اه يعني الاركان والشروط دي مش هي مش هي الجواز ده هي اللي بتخلينا ندخل على الجواز دي اللي بتفتح لنا باب الزواج فده بيأكدنا ايه ان سورة الزواج شيء مختلف عن ان العقد يكون صحيح بس فسورته من هما ازواجه وزواجهم صحيح ده البداية لكن مازالوا هما مش واخدين على وضعية الزواج يعني ايه مش واخدين على وضعية الزواج مش واخدين على وضعية نحن مش واخدين على وضعية ان الواحد يفكر كأنه اتنين وضعية الزواج ان الزواجين يبدأوا يفكروا دايما بشكل ثنائي فكل خطوة بيأخدها الزوج لازم يفكر في زوجته وهيكون وضعها ايه في الخطوة دي وده يعي انعكس عليها ازاي طب وده ليه لان هو محتضنها يعني ايه يعني هو عمل لها حضانة عشان تنضج معاه انا عايز اطورها فلو ان ما حصلش ان انا احتضنتها انا بعرضها الخطر فهيطلع اسوأ ما فيها فتجربة الجواز ما تنفعش ايه تستمر وعشان كده مهارة الاحتضان الزواجي دي نقدر نمسلها بمرحلة حضانة الاطفال فالطفل اول ما بيتولد في مرحلة احتضانه بيتعلم كل الانشطة والمهارات اللي بتخليه يقدر يكون انساني واعتمد على نفسه واحنا عايزين احنا نقدر نمشي في الجواز بعد كده واحنا مطمئنين واحنا مرتاحين فلازم يحصل لنا فضلة احتضان فنعرف نمشي ونتحرك ونفكر ونتكلم من غير ما الواحد يبقى الخوف اللي في بداية الجواز ده هيزول لما يحصل الاحتضان فكل واحد من الزوجين بيقدم للاخر البيئة اللي تخليه يقدر اداء زواجي مناسب اداء زواجي رحيم اداء زواجي ودود وعشان كده لما احنا في مركز الارشاد الزواجي في دار الافتاق المصرية بنقدم دورات وفي دار الافتاق المصرية بنقدم دورات المقبلين على الزواج بيتعلموا فيها معنى الزواج وازاي الراجل بيفكر وازاي الست بتفكر وازاي يعيشوا حياة زوجية سعيدة ففي بداية الجواز لازم أقول لكم حاجة دايما ببقى انا منتبه فيها قوي عارف ان في بداية الجواز انا عارف والله وحاسس بيكم وحتى في الناس اللي هم عايزين يطوروا حياتهم من زوجية انا عارف ان بيبقى فيه خوف وعارف ان بيبقى فيه قلق عند الزوج وعند الزوجة ان هم ميقدروش يقوموا بمسؤولياتهم وميقدروش يساعدوا بعض انا عارف ان فيه ناس مقبلين على الزواج دلوقتي وناس متجاوزين خايفين ان هم لو عملوا التغيير ده التغيير ما يقدرش يوصل لحد اللي هم بينتظرواه فيفكر كل واحد باعتباره لوحده لكن لو فهم اللي احنا بنقوله ده بشكل صحيح هيصبح بيفكر مع حد بيدعمه ويساعده فيخرج كل واحد مننا وهو قادر يخرج احسن ما في شرك حياته فيحسب الامان والاستقرار والمودة والراحة والسعادة هل ده ممكن؟ اه والله ممكن حتى المتجاوزين يقدروا يعملوا كده حتى المتجاوزين يقدروا يعملوا كده صدقوني طب تعالوا عشان نقدر نعمل كده نعمل ايه؟ هقول لكم شوية خطوات عشر خطوات كده نخده النفس كده ونجي منتكلم فيه مع بعض وكل الخطوات دي جايبينها منين؟ من الكتاب ومن السنة ومن الحياة لان ربنا امر حضرت النبي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاقة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فمن كيب من الكتاب والسنة ومن الحياة اول حاجة عشان نقدر يبقى عندنا مهارة ايه؟ مهارة الاحتضان الزواجي مفيش احتضان من غير احترام وتأدير يبقى اول حاجة اي علاقة مريحة لازم تتبني على الاحترام والتأدير لازم تحترمي زوجك وتقدريه ولازم تحترم زوجتك وتقدره عشان توصل توصلوا الى حد الى بر الامان انتو لتنين تبقوا حايشين في امان فما ينفعش زوجها تقول لجوزها انت فاكر نفسك مين ولا زوج يقول لها انت فاكر نفسك مين مش تبص لنفسك ما ينفعش ان الحياة بيننا مفيش احتضان زواجي بيبني على تكريس الخوف لكن الاحتضان الزواجي بيعيش لما نفتح الأبواب للامان لازم يبقى التفاعل معاك بشكل مفتوح وبدون خوف وبدون تكنم شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب السيدة عائشة بايه باما عبد الله انه ما كانش لي منها اولاد يعني ايه اللي حصل اوعد زني ان انا بصلك على انك انت البنت الصغيرة اللي تفهى وعقلك مش لا ده انت ام عبد الله انت مكانتك عالية ايه ده ايه اللطافة وايه الجمال وايه التعبير وايه الحلاوة دي زي ما واحد ييجي يقول لي زوجته زي ما كانوا في زمان ست الناس حتى انا بفصل على فكرة لما كانوا في زمان بيقولك ايه الست زي ما كان كده البهاء زهير يقول ايه بعيني من اسميها بستي فترمقني النحات بعين مقتي يظنون انني قد قلت لحنا وكيف وانني لزهير وقتي ملكت جهات الست طرا فلست بمخطئ ان اذا ما قلت ستي يعني ملك عليه جهات الستة فعشان كده بيقول لها ستي كان زمان بيعملوا كده فلازم اول حاجة لاحترامه التأدير ولما هي تقوله كان زمان لما بتقوله يا بابا وزمان لما بتقوله بتقوله مثلا كلمه بابا كل الكلام ده كان بيبقى فيه سنة احترامه تأدير ان هو احنا حسين كده بانه راعي البيت تاني حاجة لازم نختار الالفاظ والاسلوب المناسب للتعبير والنصيح ازواق كتير بيفضلوا ان هما يسكتوا وما يتكلموش ده من الصح لما يحسوا ان هما عندهم خوف من رد فعل شرك حياته اثناء المناقش او حتى لما يقدموا النص لا لابد ان شرك الحياة يعرف الطريقة المناسبة والالفاظ المناسبة وده محتاج تدريب وانفضل نتعود لغاية ما نلاقي الالفاظ المناسبة ان احنا نتكلم فيها لان احنا بنبني علاقة بالدوم وما تتطعش ولازم يبني علاقته ويكون منازل للمدى البعيد على علاقته واما ان هي تقربهم من بعض او تبعدهم من بعض فعشان كده السيدة عائشة كان لها اسلوب لطيف في التعبير عن زعلها عن حضرة النبي شوف كلمة تقول ايه لما تزعل من حضرة النبي تقول لا ورب إبراهيم هي زعلان فبتحرف لما هي زعلانة تحرف برب إبراهيم طب وهي فرحانة تحرف برب محمد في ايه اللي حصل فيبقى تعبير لطيف عن ايه صالحني بس بطريقة ايه بطريقة لطيفة يبقى اول حاجة انا قلنا ايه اول حاجة قلنا ان الشخص لازم يكون فيه احترام وتقدير تاني حاجة لازم نختار الاسلوب المناسب للتعبير على الرأي والنصيح تالت حاجة ايه اللي حصل نترك فرض الرأي نتعلم ما نفردش رأينا لازم في ناس كتيرة بتخاف من الجواز عشان فكرة سلب الحرية انا هتجوزها تتسلب حريتي ويتضغط عليه ويتعرض الزوجين في علاقتهم فالزوجة تقول مثلا مش عايزة حد يتكلم في والزوج يقول مش عايز يقول الكلام اللي هو فيه عشان محدش يدايقه ومش عايز حد يفضل ينكد علي فإيه اللي يحصل فما يتكلمش فبلاش نفرد رأينا لا الزوج يفرد رأيه ولا الزوجة تفرد رأيها شكل من الأشكال إن فرض الرأي مثلا كتر الملامة وكتر الانتقاد وإن أنا أخلي الواحد يكره رأيه وعشان أفرض صحة رأيه كتير الناس بتعملها كده إن يفضل يمرر الرأي بتاعي عشان يفرض رأيه علي عدم فرض الرأي ده بيخلي الإنسان يحس إن الدنيا واسعة والبيت واسعة وده اللي يبني ثقة شريك حياتك فيك ويخليه يتقبل منك أراءك لما يعرف إنك عايز مصلحته فرض الرأي بيخليه عايز يحس إنه عايز مصلحته هو حتى لو أنت اتوجعت حتى لو أنت تأزيت ويحس إن أنت بتتحكم فيه لكن عدم فرض الرأي يخليه يحس إن انت مش عايز تتحكم فيه وده اللي عمله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة خلفهم ومخيرهم ترضي بمين حكم فقعدوا يختاروا لغاية ما قعدوا يشولع على حكم سيدنا عمر وسيدنا علي ترفض لغاية ما اخترت سيدنا أبو بكر ما فرضش عليها رأيه صلى الله عليه وآله وسلم رقم أربعة مش هينفع خارس تبع عندك مهارة الاحتضان وإنت مولع ده ما فيش حضانة ولعة ما فيش حضانة محترقة لازم الحضانة ايه ينضبط فيه على الانفعالات الانفعالات دي اللي هي النار فلازم الزجون يكون عندهم قدرة عالية على التحكم في الانفعالات لازم نتعلم ما احنا بننضج مع بعض نتعلم على فكرة نتعلم ان احنا نضبط انفعالاتنا وان كل واحد فيهم يبيع عنده صبر ويتعود الصبر بالتصبر والحكمة بالتحلم والحلم بالتحلم عن التعود وما يتسرعش وما يستجبش لعصبيته وبلاش الزعيق اللي بيخلق بيها مشحونة ونار أيدة في البيت ويخلي الزوجين ومشاعرهم ملتهبة طول الوقت ووقفين لبعض على الواحدة وبيقول لكل واحد فيهم أنا حاس إن هو بتربص به لما سيدنا أبو بكر انفعل على السيدة عائشة إيه اللي حاصل؟ جريت واستخبت ورا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه عارفة أنه مش هينفعل عليها لأنه مصدر أمانها ما كانش ممكن يحصل كده لو عارفة أنه ينفعل عليها ويزعق لها يقول لها أنت هتلعبي لكن هو استخبت بالعكس حضرت النبي رحمة كمل وقال لها رأيت كيف حمايتك من هذا الرجل إيه اللي حاصل؟ فضحكت وفرحت فياريت كل واحد فينا يبقى عارف أنه لو عايز يحتضن مفيش حضانة دايما لما تيجي تلمس الحضانة دي تلاقيها باردة عشان تخلي الإنسان حاسس في سكينة عشان إيه؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها لازم يقفى برد كده وسلام في البيت مش هيحصل غير لما يحصل الاحتضان الايه؟ الاحتضان الساكن فيحصل تسكن رقم خمسة لازم نتجنب العنف اللفظي والجسدي والجنسي بلاش العنف العنف بيكسر النفس والعنف اللفظي والعنف الجسدي والعنف الجنسي كل ده ألامه ساعات ما بتدواش بتفضل كتير ويفضل الكسر موجود ما فيش حد مكسور على فكرة بيعيش تسعيد ولا يقدر يسعد حد تاني إيه اللي حاصل؟ كل حد بيحس أن فلان سبب أزيته ما يقدرش يحس أبدا 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 أنه سعيد وإزاك حضرة النبي السيدة عائشة شوف كده أنا برضو لمحت أن السيدة عائشة اللي قالت كده قالت ما ضرب رسول الله شيئا قط وما ضرب امرأة قط يعني إيه اللي حاصل؟ ما لمسنيش حضرة النبي حبيبي عمره ما لمسني شوف إيه اللي حاصل؟ شوف مدى اللي امتلقها بالفخر والحنية إن هي كريمة عزيزة على حضرة النبي وعشان كده لو لقيت نفسك عتنفعل وتخرج عن شعورك حاول تغير مكانك وأنا بنصحك وحاولت روح تتوضى وتصلي وبنصحك في الوقت ده تقول الله على الأقل عشر مرات كده الله وكأنك بتخرج كل النار اللي فيك وتجلب لنفسك مدد الله ونور الله وبركة الله سبحانه وتعالى والطمأنينة بإن الله معاك فما تخافش وما تنفعلش لأن انت إيه اللي حاصل؟ ولا تستعمل عنف عشان تحمي نفسك أنت في حمال الله بس ما تجيش تقول لها الله فو شاء لا الله وانت بتحس بمدد الله لك أن انت متخافش وإياك أن انت تتناقش في وقت العصبية وإياك تستخدم الجنس كأسلوب من أساليب العقاب أنتوا عارفين أن في ناس كتيرة بتستخدم ده وللأسف بتأذي ناس كتيرة جدا 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 لأن هي بتحس أن هي بتتزل فبلاش الطريقة دي رقم 6 تجنب النقد السلبي تجنب السلبي يقول لك فلان بيقطعني فلان بيكسرني تجنب النقد اللي بيوصل للإنسان أن هو يحس أن انت بتعمل إيه بتسمم له حياته وسعات احنا بنسميها مساملات كده إن أنا بعلمها إن أنا قلبي عليها وبنبهه إن أنا عايزة مصلحته هو مش واخد باله فأنا بنبهه كل النقد السلبي ده بتحس الشخص القدامه اللي هو غير كفء وغير أهل إن هو يبقى زوج وبتبقى حاجة بتحسسه إن هو حد بيتمسخر عليه حد بيهينه حد بيه أنا آسف ساعاتي يقولوا التعبيرات اللي فيها كده إن هو تحول إلى قطعة بيتنظف بيها بيتمسح بيه الأرض ساعات بيوصل للناس بتحسسهم بالنقد إلى هذا المستوى بلاش تحسسه الناس كده فمسألت الانتقاد دايما إيه اللي بيحصل تخلي الإنسان ممكن يحس بقى بدور الضحية ويحس إن النصيحة مجردة لإني بقت مليانة انتقاد وشك وولوم وتجريح فيحس إن أنت بدل ما أنت تتجرح بتعوره هو وبتجرحه هو فبلاش لازم نتجنب النقد السلبي لكن شوف كده واحد بيقول له واحد يا أو الحتة دي بقى أنت أشطر واحد فيها لو تعاملت بالطريقة الفلانية دي يا سلام هو ما قالوش إن أنت أنت ما بتعملهاش قال له الحاجة دي أنت شاطر فيها ولو عملتها بالطريقة ولو تعاملت بالطريقة الفلانية مش لو عملتها يا سلام أو ده نقد ده نقد اللي أنا قلته ده نقد بس اتعامل بطريقة إيه وقوله للناس حسن سابع حاجة لازم نستخدم التشجية على طلب المساعدة أو تقدمها بعض الأزواج لما بيجوا يحكوا لينا مشاكلهم اللي حصلت ليهم وهو ما طلبش مني أعمل الحاجة دي أو هي قالت له كنت أخذت بالي وعملت اللي هو عاوزه فبعض الأحيان بيكون الحل هو أنك أنت تكون واضح في طلب المساعدة وما تطلبش المساعدة بطريقة ملتوية أنت مش بتطلب المساعدة من واحد في الشارع فتطلب منه المساعدة بطريقة ملتوية يحس أنه هو مش فاهم ممكن بيكونش فاهم كان لازم يعرف وما تقولهش كان لازم يعرف لوحده أنت كده بتختبر شريك حياتك مش بتطلب منه المساعدة وعايز تثبت وجهة نظرة سلبية عنه لازم أقولك الحقيقة ولو شريك حياتك طلب منك المساعدة وإنت دلوقتي مش قادر اوعى تقوله لا وتسكت لازم تتفق معه على تقديم على معادة تانية هتقدمه المساعدة فيه ويكون بشكل واضح ويكون بشكل مفهوش أي مواربة وتأكد له على أنك أنت بتدعمه مش بترفضه رقم تمانية بقى أن أنت يبقى عندك تغاضي وتتغاضى كده وتتجاوز بدون ما تحسس الناس أن أنت بتتغاضى هي عالية الكلمة شفت أنت قلت الكلمة إزاي وانا ما وقفتش عندها ما أنت وقفت عندها خلاص على فكرة التغاضي ده من أكتر الحاجات اللي بتساعد الناس هل هي احتضان وتوفير بيئة آمنة طبقا يعني وهي تتمادة لا أقولك الحقيقة اللي احنا شفناها أن التغاضي بيجعل الإنسان لا يتمادة اللي بيجعل الإنسان يتمادة هو أن أنت تقفل على الوحدة ويحس أنه ما بيبقى مراقب ويحاول يثبت لك أنه صح ويحاول يقول لك أن الكلام اللي أنت قلته ده مصصح ولذلك عشان ما توصلش الإنسان للاستبياع زي ما بيقوله حاول تتغاضى تتجاوز عن الأشياء اللي ممكن أن يتجاوز عنها والأشياء اللي مش ممكن أن يتجاوز عنها اطلب أن أنت تتناقش عنها تتناقش فيها بطريقة لطيفة احنا في حاجة محتاجين نتكلم عنها لأن في الحقيقة ممكن تخلينا لو تعملنا معها بطريقة أحسن ممكن تخلينا حياتنا تكون أسعد إيه بقى الحاجة كذا 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 أنت بقدمت أنتوا عايزين تتناولوها بطريقة تخليكم أسعد آه ده الحاجة اللي أنت ما ينفعش تتجاوز عنه وعلى فكرة أقول لكم سر كده من غرف الإرشاد الزواجي الساخنة تلت تربع الحاجات اللي احنا بنوقف عندها ما كانتش محتاجة أن احنا نوقف عندها 10% فقط من اللي احنا بنوقف عنده 10% يعني 90% من الحاجات اللي احنا نوقف عندها مش محتاجة نوقف عندها عشان كده والمبركب عليها حاجات تانية أنا وقفت عندها عشان يحس بي طيب ما خليه يحس بيه بغير من أقف وأعمل كده عشان كده في علاقة الزواج عشان نكون حسين بالراحة الانتقام وعشان كده ما ينفعش ان احنا عاش فيه تاسع حاجة لازم يبقى فيه مكافأة لازم يبقى فيه تشجيع وهدايا واحتفال ومفاجئات على الأشياء الجيدة اللي بيعملها شريك الحياة فلما تكافئ شريك حياتك على انه عملك بطريقة حسنة بتعزز فيه ان اللي عمله ده يفضل سلوك عنده ويتشجع انه يستمر ويحس انه هو متقدر ومتشاف فلما تلاقي لما تلاقي جوزك قالك يا حبيبتي تسلم ايدك تقوله وانت اللي بتخليني اطلع أحلى حاجة فيه يا سلام هيقولك تسلم ايدك كل مرة لانه هو حصل له مكافأة لانه قال كلمة حلو وهي لما ببساطة خالص هي لما تعمل لك حاجة حلوة تشكرها وتقولها على فكرة انا حاسس ان انت مقدراني وانا شكر لك على تأديرك ده فتقدرك تاني وتالت ورابع كل ما تكافأ بعض على الحاجات الحلوة اللي بتعملوها ونزاك فيه قاعدة كده كل ما تكافأ شريك حياتك على حاجة حلوة بيعملها ايه اللي حاصل تتحول الحاجة دي الى عادة عنده ولازم تعيشها طول الوقت معاه ونزاك رسول الله سلام كان دائما يمدح السيدة عائشة بما تفعله معه وشوفه مدحول السيدة خديجة لان هي عاشت معاه بهذا المعنى اخر حاجة واللي تخلينا بيئة الاحتضان تقوم بدورها الحقيقي ان احنا نوفر جوه من المرح والبهجة بشكل عام ما بين الزوجين كل ما كان فيه مرح وبهجة ما بين الزوجين كل ما ده بيساعد على انه ننضج بشكل صحيح والله ما شفت حاجة تخلي الانسان ينضج قدي للبسمة قدي السعادة قدي الفرح وشوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسابق السيدة عائشة وكمان بيخليها تتفرج على اللاعب الأحباش عشان ده بيساعد على النضج كل ما تبتهجوا كل ما تفرحوا كل ما تعيشوا مع بعض وانتوا عادتكم مع بعض مبهجة مليانة فرح مليانة ابتسام كل ما ننضج أكتر وكل ما حياتنا تكون أمتن يا سادة أنا قدمت لكم خطوات عشان تقدروا تعيشوا بيها في هذه المهارة العجيبة مهارة الاحتضان محتاجين نعمل بيئة كده تخلي الواحد فينا يطلع إبداعاته يطلع أجمل ما فيه لما يحس انه هو في محضن آمن وفي ملاز آمن وفي مكان يسمح له انه هو يطلع إبداعاته وتقدر في إيه اللي يحصل فيفضل كل ما يبدع يحس بإنه هو بيسعد ويسعد يا رب جعلنا دايما من أهل هذه المهارة العجيبة مهارة الاحتضان الزواجي اللي احنا محتاجينها جدا في بيوتنا ومحتاجينها كمان في حياتنا اللي تخلي حياتنا لها شكل تاني ونحس بيها بمنة ربنا ونعمة ربنا لإنه هو اللي وعدنا وجعل بينكم مودة ورحم يا رب العالمين أكرمنا ونسألك المدد لنكون من أهل الاحتضان بمدد الرحمن يا رب العالمين بعض الفاصل يا سادة نلتقي بأسادتكم مباركة ونجيب عليها ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على فيسبوك صفحة بلنامج اللي برنتلقى عليها أسئلتكم مباركة ونخصص لها وقت عشان نجيب عليها ولكن الآن هنسمع أسئلتكم مباشرة وأن يتشرف بأول اتصال معنا من الأستاذ إيمان أستاذ إيمان اتفضلي أستاذ إيمان سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذنك يا شيخ عاملين فضل ونعمة الحمد لله الحمد لله بعد إذن حضرتك أنا كان معي إرشيل وكنت عايزة أشتري بيهم وعقروا وكده فما كفوش فقلت شوية إيه أشيلوا مبار محوش وكده مبلغ تاني فحطتهم واجعة ففي ناس كتير أعمال يقول الفلوس بتطلع من الواجعة دي حرام بالفايدة بتاعة الفلوس طبعا في السؤال ده في حاجة حرام عارف إيه الحاجة الحرام إن اللي بيفتوا دولة حرام عليهم هيروحوا النار أي يعني اسمعي بس اسمعي بس اسمعي تفضلي قولي حاجة إيمان الأول تفضلي أعمالين يقولولي الفلوس دي حرام اللي مش هنخش بتكتاني ولا أنا كله ما عندك ولا كده عشان نفذوا دي حرام منها وكده طيب أنا اللي عايز أقولولك دولة إن اللي هم بيعملوا ده حرام اللي بيعملوا ده حرام ليه ببساطة خالص ولا بدون أدنى تكلف مين اللي قال لهم إن اللي بيعملوا ده حرام حاضر النبي ومين اللي قال لهم إن الكلام ده ممكن يخليهم ولا عايزوا بالله بيعرضنوا نفسهم للنار حاضر النبي الأجراءكم على الفتوى أجراءكم على النار فاللي هم بيعملوا ده ان هم يتكرعوا على الفتوى كده ويقولوا كلام هم ما يعرفوش حرام عليهم يا ستي ببساطة خالص انت لما حطيت الفلوس في البنك كنت عايزة تسلي في البنك الجواب لا انت كنت عايزة تسلي في الفلوس في البنك الجواب لا انت كنت عايزة تحط الفلوس في البنك تستثمريها والبنك دلوقتي بيعمل ايه بيشتغلك في استثمرك في مالك فهو لما بياخد فلوس ويديك فلوس بيديك فلوس على جملة المشروعات اللي خدت فلوس بتاعتك بيها واستثمرها في المشروعات دي فما حدش يقولك هو البنك بيكسب على طول ما هو البنك ما عندهش مشروع واحد بس يا ولدي ده البنك بيعمل مشروعات كتيرة جدا 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 إيه الخلاصة يا حاج إيمان عشان ما تتلغبطيش الفلوس اللي بتجي لك ده حلال وما تسمعيش من حد الكلام ده ما تسمعيش الكلام ده من حد تاني ويا ست اللي عايز ييجي يأكل عندك أهلا وسهلا نحن بنقدم له الأكل بس هو مش من حقه أنه هو يتكلم في الدين ويفسد ويحل ويحر ويقوله خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب كل واحد على اللي بيخرج من لسان ومش معنى أن انت بتقول لي كلام بيباني أن انت حريص على الدين تقول أي حاجة لا كل كلمة بتقولها لو كانت في الدين خلي بالك ممكن تكون بتفتري على الله ولا تقولوا لما تصفوا لسانتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فواحدة واحدة ما تسمعيش الكلام ده ويداع المال في البنك ده اللي بييجي منه ده اسمه ريع مش فوائد لأن انت مسلفتش البنك فهي حاجة إيمان ربنا يبارك لك ويديك الصحة ويبارك لك في مالك إن شاء الله الأستاذ حسين من جنوب سينة تفضل يا أستاذ حسين والله أنا كنت متجوز واحدة وطبعا اتطلع في 2023 تسعة أربعة فكل شوية تشتكين في محاكم لحد الوقت عمالها بعد ما اتطلعت وخالي بحاجتها ومشتكياني دلوقت في محكمة العاشر حضانة أولاد طيب يعني هي مشتكياك إن انت تدفع نفقة الأولاد لأن الأولاد في حضانتها صح كده أه ما هي معاش حضانة بسنا ببعت لهم مصريك كل شهر ألف جنيه في البريد فكل شوية تشتكيني دلوقت ما ببعتش ما ببعتش كان البيت كان بنتي متجوزة في 2000 يعني بعد بعيدة الصغيات على طول تجوزت عندها خمسة سنة طبعا ما يتهم فكتبيني في الإعلان البيت حضانتها البيت كاسر وما بصرفش عليها وعندها ولدين يعني مع عدركة واحد شغال والتاني صغير وتسع سنين وواحد عنده 14 سنة فين سؤال حضرتك يا أستاذ حسين فأنا عايز أعرف كل شهر تشتكيني فليه طيب أنا أقول لحضرتك يا بتشتكيك ليه وأقول لحضرتك إي حكم اللي إحنا بفيه ده كل أولا ما فيش حد أبدا يرضى إن الأطفال الصغيرين اللي ما كملوش العمر اللي من خلاله يقدروا يتحملوا أعباء الجواز ومسئولياته إن هم يتجوزوا وهم أطفال وذلك إحنا ما بنوافقش أبدا على زواج القصر زواج القصر ده مخالف وذلك ما ينفعش إن حد يجوز بناته وهم قصر دي أول حاجة أنا عارف إن أنت ما بتسألنيش عن ده لكن ده كمان أنا عايزك تتكلم عن رعايتك لأولادك ما تخليش الأولاد عبارة عن شوية حطب بتحطها في النار اللي بينك وبين زوجتك فالأولاد مش مهم يحصل لهم إيه فأنا شايف إن البنت تجوزت وهي في السن ده عشان تتخلصوا من همها ومن غمها وتروح تنقلوا مشكلتها لزوجها بس هي في الحقيقة مش هو ده اللي هيحصل إحنا جوزنا بنت المفروض كانت هي في سن المدرسة ولابد إن هي تفضلت تتعلم لإن ده حقها علينا فإحنا أفسادنا ده عشان إنتوا الاتنين مخليني الأولاد نار بينكم فأنت حددك بتقولي هو إيه اللي بيحصل ده وليه بتشتكيك لأن إنتوا خليتوا الأولاد مصرح للعمليات ومصرح للخناء بينكم والشجار ومش بهم الأولاد يحصل لهم إيه كان ببساطة خالص ممكن حتى لو اتطلقتوا تطلقوا طلاق ليملاكم احترام ويملاكم سعادة وهنا ويخلوا أولادكم كمان في أمان إيه اللي حاصل؟ هي بتطلب فلوس لإن هي حاضنة آه طبعا بدلا هي حاضنة عندها أولاد في سن الحضانة فهي محتاجة إن يبقى فيه أموال عشان الأولاد اللي بتحتضنهم دول لكن لو هي بتاخد فلوس لأولاد مش في حضانتها آه طبعا ما يجس شرعا فهي المسألة كلها هما الأولاد في حضانتها يبقى آه وهم في سن الحضانة آه لها إن هي تاخد أموال لكي تنفق عليهم وده حق أهم لكن لو واحدة تجوزت وجواز ده لا نوافق عليه الجواز بالطريقة دي وفي سن البنت تتجوز وهي قاصرة لا نوافق عليه فعايزين نتقل له في أولادنا يبقى الأولاد اللي مش تحت مسئوليتها ومتنفقش عليهم ما يجس شرعا إن هي تاخد نفق عليهم لإني دوة ما يجس شرعا طيب والأولاد اللي هم في حضانتها إيه اللي حاصل تنفق عليهم تنفق عليهم أنت اللي تنفق عليهم مش هي اللي تنفق عليهم نعم أستاذ محمد يتفضل أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد إزاي ما عليك يا دكتور فضل ونعم الحمد لله دايما يا رب حضرتك رئيس المدام طلعت مصر هي من هم جماعة فعيدة وأنا راجل ريفي شرقاوي بس متربي هنا ومتعلم هنا حضرتك طيب والأولاد بلغوا سن يعني عدوا سن القصر سن الحضانة وما فيش غير البنت الصغيرة خالص بس اللي هي مرضى فأنا تعبت معاهم تعبت معاهم أنهم يقلوا في المسكن ويقلوا معنا في المطارية يقولك المطارية دي ممنطقة أحسن ناس أحسن ناس أحسن ناس وهم مش عجباهم مش عجباهم السكن مش عجبهم ثلاث قوض ومضمخ وحمام وصالة وإيجار قديم وأنا مش مقدر أن أجيب سكن جديدة أنا مواضح أهم متصورين أن أنت عندك فروس بتخبيها يا حج محمد أسبب أسبب كلهم أننا بس أهم متصورين أهم متصورين كده صح كده أه وحل درجة أن جزان خلاتها خدوا البنت الكبيرة عملوا لها شكة وحضرتك معرفونيش طيب أسأل سؤالي يا حج محمد الكلام ده جديد ولا قديم الكلام ده من 14 شهر في شهر واحد يعني الكلام ده جديد مش قديم لا في شهر واحد ما عليك كويس يعني الأولاد يعني أنتم متجوزين كده أنتم متجوزين كده من 28 سنة أو 30 سنة مثلا لا من عشرين واحد وعشرين من عشرين واحد من علفين وواحد كويس يبقى أنتم بقى لكم 20 سنة والكلام ده 21 سنة والكلام ده عدتوا 20 سنة ما فيش مشاكل في أكلم خلاتها أكلم خوالها طيب معلش يا حج محمد معلش يا حج محمد بس عشان منتخذ سؤالي حج محمد بعد إذن حالي ده كوافرق السنة أديه طرق السنية أكبر مني ب3 سنين طيب كويس كده السؤال بقى يا حج محمد إيه اللي حصل عشان نوصل للحالة دي كانوا متخيلين بيقولوا إن أنا معايا وإن أنا بخيل وإن أنا بشرب وإن أنا بروح وإن أنا باجي والكلام ده هو بغير صحيح حضرتك أنا عايز أعيش وعايز أضم بناتي معايا أربع بنات وولد بس حج محمد الجلد الكبير جدخلته وضموا معاه في المسكة ومشغله خدت بالحضرتك تفضل حج محمد خلص وأنا أكلم حضرتك ومشغله والبنات التلاثة الكبار يعني أبوهم ما عادش لازم لهم الأربعة الكبار شغالين وبعد الشر عليك إن أنت ما حدش يكون محتاج لك بس يا حج محمد بقول لهم طب أجعب معاكم في السكن والأربعة ألاف اللي بتبقهم المرتب عشان عن ذكر اتفضلوا وهمت في هجر موما همت وكل واحد يشتغل فيه وخلهم في حجر ماما واجهز أختك الكبيرة مش عجبهم طب أنا هتصرف وعمل قرب تاني إضافي وأو أجهز أختك برضو مش عجبهم طيب أتعرف أعمل إيه معاهم والمطارية دي بشقة ورثة أصلا وأخذها من أبويا طيب أكلم حضرتك يا حج محمد بصي حج محمد لا شك إن أنا مقدر ظروفك خالص وحاسس بحضرتك وحاسس بالكم الضغوط اللي عليك واللي عند حضرتك ده بس هو برضو حج محمد إحنا برضو هم عندهم طرابات لإن الحياة تبتدي صحيح أنت مش قادر تعمل أكتر من كده بس هم في الحقيقة كونهم بيقولوا إن انت عندك فلوس تاني ممكن يكونوا هم المعلومة دي تسربت لهم من طريقة أو آخر طيب هل إحنا بقى نقدر نوسع رزقنا أكتر من كده يعني نقدر ربنا سبحانه وتعالى نجتهد ونجيب أموال تاني عشان نقدر نراضيهم نفكر نقول لهم تعالوا نتكلم مع بعض ونشوف شغلنا ممكن يبقى فيه شغلنا تانية ولا لا لكن أنا نصحت لحضرتك بشكل واضح جدا هاتي الزوجة وتعالوا أنتو الاتنين لأن انتو دلوقتي في حالة شقاق كل واحد موجود في شق من الحياة هي موجودة في شقة وانت موجود في شقة فأنتو في حالة شقاق فأنتو محتاجين حد يصلح بينكم أنا متأقن أن أنت وأنا مقدر جدا 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 أن أنت بتتصل به عشان لربما تكون هي تسمع الكلام اللي أنت بتقوله وتحس بأنك أنت حريص عليها وتحاول تتكلم في مكان أنت حاسس أن هو ممكن تسمعك فيه لأن هي ما بتسمعكش أنا مقدر ده جدا جدا ومقدر أن الأولاد كمان بقى حياتهم كمان بعدهم عنك ومحسسك بالوجع أي أب في الدنيا هيحس بدا طب نعمل إيه؟ أنا مش أقدر أقولك أي حاجة لأن الطرف التاني مش موجود معايا دلوقتي لكن أنا أقدر أقولك أن أنت دايما تواصل معهم وكلمهم كلام حلو وتعالوا أنتوا الاتنين على مركز الإرشاد الزواجي في دور الإفتاء المصري عشان نقدر نتكلم مع بعض ونقدر نفصل في كل جزئية من الجزئيات اللي وصلت الحياة إلى هذا الانسداد بينكم لأن فكرة المال مش هي الفكرة يا حاج محمد هم فكرين أن أنت بتبخل عليهم ومعنى أن أنت بتبخل عليهم وأنهم رخاص عندك بعد الشر أنهم يكونوا كده أنا مقدر أن الحالة اللي إحنا فيها دي ممكن تعمل شوية حاجات الناس ما تفهمهاش بس تعالوا نتكلم ونحط كل الكلام على التربيز عشان نقدر نحل مع بعض فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب كل خير ونتكلم في ده بالتفصيل نعم السيدة محمود تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمود ألا إيه خليك بحضرتك عامل إيه؟ قد دالي حاج أنا بكالي بحضرتك بصي أنا جوزي أنا غاجل طيب جدا ومحترم ومعلم كبير وكل اتفاق خلوة فيه بس فيه مشكلة عنده لما بيصلي بيصلي بسرعة جدا ولما وساعده مايرضاش يطلق جمعة في المسجد فأنا دايما منتخلك معاه فنقول له روح طلي في المسجد طب يقول لا الرجلية بتواجعني مش منيقدر نقع في المسجد سنه كم سنة؟ سنه كم سنة؟ 59 سنة طب هو الكلام ده طول عمر بيعمله ألا بيعمله دلوقتي بس؟ أنا طول عمر أنا بتتخني معاه يعني معلش بعيدة عن خناع حضرتك حج محمود هو طول عمره بيقول أنه هو مش قادر يروح المسجد ولا ده لما تعب مثلا بقى عنده دوالي لا أولا في المسجد في دولك أصلا حتى يمكن البسارة في المسجد وأنا في بيت مصحي يبني خجر بقى الزنج وصمت فماشي طيب ماشي أنا بعد تحبانه وكده دايما المريض ضغط هو أصلا دايما دي يعني من الصداع وكده يعني فأنا بس أنا من الصداع يعني هو بده بيتحرك كتير ممكن بيروحيبت على اللي هو بيعمل حلقات يعني بيماشي طيب طيب حج محمود خليني أقولك حج محمود أقولك حاجة غدا وقولي لي إذا كانت صح ولا غلط أنت الآن دلوقتي من أنه هو بدأ يتغير وأول حاجة لمحت أنه يتغير فيها علاقته بربنا وانت الآن على العلاقة اللي بينك وبينه لأن العلاقة اللي بينك وبينه مبنية أصلا على علاقته بربنا فأنت الآن عشان كده الكلام ده صح؟ حج محمود يبدو أن حج محمود التلفون تقطع معاه عشان هي كمان الصوت كان فيه شوية غلواشة بص يا حج محمود أنا شايف أن الطريقة الأحسن أنه احنا نتكلم مع زوجنا بطريقة مختلفة شوية أن فكرة أن أنت غلبت معاه وأن أنت بتضغطي عليه هو ممكن الضغط عليه ده يحسسه في الوقت ده وأنه خلاص ما بقاش مستحمل فأنا رأي رأي عشان أنت تخفف من عليك أنا عارف أن أنت بطلة وعايزة تسعدي وعايزة تسعدي على تقوى الله وده حاجة حلوة قوي وربنا يديم الخير ويديم على الزوجات اللي هي عايزة تسعدي زوجها أنه هو يترقى في السير إلى الله بس بالله عليك ما تخلهوش ينفر ما تخلهوش إيه؟ ينفر ما تخلهوش يحس بأنه هو حاسس أن بقيته أنت متحولة إلى جلادة فنعمل إيه؟ نقول له كده نقول له على فكرة أنت طول حياتك راجل بتاع ربنا وانت وشك منور فتعالى نكمل المسيرة البركة بتملأ البيت وانت البركة اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبنا إياها تعالى بقى نكمل وربنا سبحانه وتعالى بيحب أن أنت تروح يوم الجمعة كده وتشوف الخير بس إذا كان هو فعلا عنده مرض بيمنعه بس أنت بتقوله أنه هو بيخرج فأنا شايف أنه هو يستطيع أنه يروح يوم الجمعة ويقعد على كرسي زي ما الناس بتصلي ويصلي على كرسي وده مش عيب حاجة ممحمود مش عيب أن أنت تروح تصلي الجمعة وتقعد على كرسي زي ما الناس بتحصل بس ما تسيبش يصيرات الجمعة وانت حاجة ممحمود بشريب أن ربنا سبحانه وتعالى بيحب وأن الحياة ما بقاش صعبة وأن ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويفتح عليه يا رب اجعلنا دايما من أهل المحبة اجعلنا من أهل القرب حاجة ممحمود راجع الكلام اللي احنا قلناه في الاحتضان حاول تحتضيني وان شاء الله لما تحتضيني هتحس أن انت كمان هو بيحتضنك ويخرج منكم أحسن ما فيكم وما تقلقيش كرم ربنا معاك ومدد ربنا معاك ومدد ربنا مع بيوتنا كلنا وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعب بيوتنا مليئة بالنور والبركة والمودة والرحمة هو كريم سبحانه وتعالى ووعدنا أن بيوتنا محل نظره وإحنا مصدقين هذا الوعد وبندعوه أنه ينظر إلينا بنظر المودة والرحمة فيجعل بيوتنا في سكينة وفي نور وفي بركة وفي سعة وفي سعد وفي سرور وسعادة يا رب العالمين حقق لنا مرادنا بكرمك يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر